السلام عليكم و انا شكرا و اعمل معكم النهاردة نوع من انواع الدنش طعمه جميل جدا و شكله زي ما انت شايفين دنش بالكريم بسري و الفكهة تلمع بمربة المشمش طعم و طحفة ان شاء الله اتجربوه هيعجبكم وعلى بركة الله نبتدي الشغل عندي 300 جرام دقيق وعندي 200 جرام حليب وعندي 4 جرام خميرة وعندي 30 جرام سكر و 30 جرام زبدة ورشة الملح بس هنبتدي على طول هنحط السكر في اللبن وهنقلبه كويس بندويبه مش عايزه يبقى محبب في العجين بدويبه كويس وحط عليه الخميرة وشوية الملح صارت الملح بتاعت الشغل و اقلب العجينة دي كلها في بعضها الدنش انواعه كثيرة جدا و مختلفة جدا فيه منه العجين و فيه منه المورق و فيه منه اللي بتعمل من عجينة الكراسان فالدنش بحر واسع زي ما بيقوله و انواعه كثيرة جدا و ده نوع من ضمن الانواع بتاعته بدأنا نلم العجينة العجينة بدأت تلم معي و عجينة مظبوطة خالص عارة مظبوطة مش هتحتاج منك لمية زيادة و لمية نقصة اهيت بس طبعا اي عجينة بيبقى فيها سكر اه كمية سكر يعني فبتلزق كده في اليد ده عادي مش ميليكش في حاجة هتتلم العجينة و نطلحها على الرخامة و نبدأ نخدمها بالراحة كده دعكتين ثلاثة بس مش كتير و هنبدأ عندي ثلاثين جرام الزبدة اللي عندي دولة بحطهم جوه العجينة بحود و طالما فيه زبدة جوه العجينة يبقى لازم جنبك اسكليبر او مقطع او حاجة تلمي بها العجينة ده لازم لما فيش منه مفر يعني و هبدأ ادعك العجينة كويس بكلوة ايدي اندخل الزبدة في العجينة كده اود هدف ايديته و هبدأ ادعك العجينة بقى عادي طبعا هتحصل عملية خربطة شوية كده في العجين بس بيلمي نفسه على طول اود و هنبدأ بقى ندعك العجينة بكلوة الايد كده و دي المرحلة اللي انا بقول عليها الدنيا بتتلخبط فيها شوية بس بتتلمي على طول العجينة اهلا بتبقى زي الفول اللي فيديوك هايبتدعك فيها لحد ما ترسش تربية زبدة بتاعتها وتطرى وتنعم و هايت لامتها و هايت لامتها و هاسبتها اخمر خيمة العجينة بتاعتها هايت هبدأ انزلها قدامي على الرخامة اللي انا بشغل عليها و اضطر قريزة بتاعتها وهالفها بالراحة كده اهوت هالفها بالراحة كده و هبدأ اضطعتها ده الحجم اللي انا قطعت عليه انت اعيزه اكبر اصغر ارفع براحتك يعني ده الحجم اللي انت شفت في اول فيديو ده الحجم المعتدل بتاعها او الطبيعي بتاعها يعني فانا قطعها الحجم ده بالزبط تسع واحدات وابدأ الفهم بالراحة كده واركنهم جنبي عشان ايه يخمر اي مرحلة من مرحل العجين بالذات المرحلة الاولانية اللي احنا كنا حطنا في البولة ديت سيب العجين يخمر لأقصى درجة لان العجين لو خمر كويس من اول مرة الخميرة بتشتغل فبعد كده ما بتاخدش اي وقت لفنا العجين وضعناه بكيس بلاستيك او فوتا نظيفة اذا سيب اي مرحلة ان سيبا ايه يخمر شوي اي متروبع صاعب الزبط كده مش اكتر من كده يعني وعند الصناعة بتاعتي من هنا زيت او سك بتاعي اخد الحتة، شوفت الحجمة بتاعها تضعفت ازي وكبرت لان انا ابدأت لها وقتها في الاول في الخميرة فالخميرة بتشتغل على طول ما بتبقاش محتاجة بعد كده اه وقت بصوابعك بس كده العجنة زي الملبن تحت ايه دكاية بتفريديها براحة وتحطها في الصينية او الصاج اللي انتي هتشتغل فيه ها موضوع بسيط خالص ما خدش اي حاجة ما خدش اي غلبة كله على بعضه وتعجن وسيبناه يخمر وهو قطعناه اه وده اخر واحدة بنعملها اهود وده الصينية بتاعتنا بعد ما قطعنا العجين وفردناه هنعمل ايه بقى شوية دقيقة مع كوبها يكون الارضية بتاعتها مسطحة وفي نص الفورما كده وهتكى عليها عايز اعلم مكان للحشو اللي انا هحطه اه ولا دقيقة علشان ما يمسكش الكوبها ما يمسكش في العجينة اعرف اطلحها من العجينة اه تكى كده بعلم بس وعليشان ما يخمرش كمان ما يعلاش يعمل اه 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 ارتفاع اهود نعلم العجين اه خلصنا عندك كريم باستري هسيبلك الرابط بتاعه لو انت ما شفتهوش كريم باستري اه اه اعملينه قبل كده هاخد منه بس كريم باستري بس مش عليه كريم شنطية الحاجات ديت نستعمل فيها كريم باستري من غار ما نحط عليه كريم شنطية يعني ينزل من عنار تسبيه يبرد تشتغلي بيه على اطول اه لانه تحط عليه كريم شنطية ودخل الفرن يتحرق اهود باخد بالمعلقة الصغره كده على قد الدايرة اللي انا عملتها بكوباية بارضية كوباية نعم حط فيها معلقة معلقة ونص كده منها كريمة طبعا الكريمة بتبقى واخد فانيليا ومتزبطة فبتند الطعم كويس جدا للدنش اهود خلصنا اي نوع فاكة عندك ما عندك اي نوع فاكة اي نوع فاكة دخل الفرن على طول ما فيش مشاكل انا ده اللي عندي هحطه عليها وخلاص ما عندكش لو انت ما عندكش نوع فاكة موجود وقت ما انت تشتغلي ما فيش مشكلة دخلي على كده على طول الفرن وهو اللي تعملي في ايه بعد كده اهود عندنا ناس وفراولة وعندي اراسية ومشمش واحدة واحدة كده اي شكل انت تحبي او تفضلي يعني اهود ونوزع الفاكة بتاعتنا اي نوع فاكة عندك اي شكل طبعا فواكة لو حطيت حاجة تبقى فواكة هجافة مش هنحط برتقان يعني مش هنحط طبعا انتم فهمين الكلام ده اي نوع فاكة اي اي درايف روت هيشتغل مع الحاجة دي اهود عند معلقتين لبن بطرف الفورشة هلمع العجينة البيضة اللي هي في المنبرة دي بس معلقتين لبن لبن عادي خالص حليب يعني اهود واهلمع طرف العجينة بالفورشة بالراحة كده ولفها كويس لان ده هتاخد لون معاك فمش عايز اللون يبقى ملطش لازم اللون يبقى احمر حلو كده في كل القطع واسبه ويخمر شوية ويخش الفورن على مية وتمانين من عشرين ديئة لخمسة وعشرين ديئة بالزبط اوه طلع عندي مربة مش مش مفرومة مسياحة على النار وهلمع هو سخنة على طول طيب انت بقى لو معندي كيش مكانش عندي ما كنتش حطتي فاكة هتقوم رشة سكر بودرة عليه او تلمعه كله بمربة المش مش كده يعني في حالة ان ما فيش فاكة موجودة خلاص انتدخل الفورن وهيطلع يستوي هتلمعه بالمربة او ما تلمعهش مربة تدي سكر بودرة ترشيش سكر بودرة كويس دي مربة محطوطة على النار مربة مش مش مع مع معلقة سكر ومع معلقة المياه وبس بها تغلي شوي خلاص خلصنا على كده بتلمع بتدي طعم بتدي طعم وبتدي لمعه كويسة للقمة وبقى شكلها كويس زي ما انتشايفين ما تدنش بالذات لازم تلمعه بالمربة ومربة المش مش بالاخص بعد ما خلصنا شايفين شكله مش محتاج ان انا اتكلم واقول لكم حلو وجربوه او شكله قدامك هو انتوا هتكرروا تجربوه او متجربوه بس هو شكل جميل جدا وطعمه فعلا جميل وخفيف مش مش تقيل وده نوع من ضمن الانواع اللي هنشوفها كتير لسه نشتغل فيها وهنعملها وان شاء الله ينجح معاكو وتبقى انا تكتو كويس ها شايفين شكلكم الفكهة والتلمعه المربة واذا اعجبكم الفيديو اعملونا لايك وشير واشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم